آسف جدا على تأخر الحلقة حقيقي بمر بأسبوع رخم جدا ولما جات فرصة أني أصور النهاردة ما كانش معايا اللابتوب وخدتموا لحظات الحلقة كلها على ده ورق في 2016 ودلوقتي محتاج ألمه عشان أكمل الحلقة يخربت الغباء فيلم ديب ووتر اورايزن بيحكي مأساة إنسانية وكارثة بيئية حصلت في إبريل سنة 2010 لما حفار ومنصة البترول اللي بيحملوا نفس اسم الفيلم انفجروا أحداث الفيلم تتتبع مسؤول السيانة مايك ويليامز من أول صباح يوم الكارثة في الأول بنشوفه في بيته مع مراته وبنته وبعدين بنشوفه هو بيتوجه لشغله علشان نشوف بعنينا مقدمات الكارثة من إهمال بسبب جاشع شركة بي بي اللي مستقجر الحفار الفيلم بعد كده بيستعرض الكارثة نفسها وبننتقل لموضوع حبكته الرئيسي وهو مجهودات الإنقاذ للحفار وللناس اللي شغالين عليه فيلم ديب ووتر اورايزن في رأيي فيه عوامل كتير مشتركة ما بينه وما بين فيلم صلي الفيلمين بيستعرضوا أحداث حقيقية حصلت في وقت قريب فبيستفيدوا من حضور التفاصيل في ذهن المشاهد الفيلمين في مركزهم كوارث كبيرة سواء محتملة في حالة صلي أو وقعت بالفعل في حالة ديب ووتر اورايزن الفيلمين في مركزهم برضو قصص بطولة وشجاعة وتكريم لشخصيات حقيقية بس الأهم من ده كله في رأيي أن الفيلمين بيدوروا عن قصتين في أبعادهم الحقيقية ما فيهمش ما يسمح أن هم يتعملوا أثلام الفيلمين بيدوروا عن أحداث ثلثة ومباشرة وتفاصيل أهميتها مش في دراما الحدث نفسه قد ما هي في الأسباب والنتائج في فيلم صلي المحركين انفجروا الراجل نزل بالطيارة في المية قالوا له طب ما كنت شايف أنك ممكن تطير بيها الأقرب مطار قال لهم لا والله ما كانش ينعز قالوا له إشتا في ديب ووتر اورايزن الحفار انفجر في ناس ماتت في ناس تم إنقاذها رحوا للناس اللي تم إنقاذها قالوا لهم ما كانش ينفع نعمل حاجة عشان ننقذ الناس اللي ماتت قالوا لهم لا والله ما كانش ينعز قالوا لهم إشتا في فيلم صالي كتب السيناريو توب كومرد نيكي اختار اسلوب سرد غير مستوي واستخدم اسلوب التطخيم في حدث اصلا مش كبير قوي علشان يقوم فيلمه ونجح في ديبوتر اورايزن كتاب السيناريو ماتهو مايكل كارنهان وماتهو سان اختاروا اسلوب مختلف تماما عشان يقوموا الفيلم اختاروا ان هم يكتلوا جدا على الدراما الانسانية وعلى فصول اسباب الكارثة وبرضو نجحوا يمكن طبيعة القصة الحقيقية خدمتهم لان في الاحداث دي فيه ناس ماتت فعلا وفيه ناس تانية اهملت لدرجة الاجرام بس برضو الاخلاص للاحداث الحقيقية والبعد تماما عن المبلغة شيء يحسب للسيناريو بكل تأكيد ديبوتر اورايزن يعتبر دراما انسانية في المقام الاول فيه شخصيات كتير وبنتعمق مع بعضهم لدرجة ان احنا بنتعرف على عائلاتهم ومع البعض الاخر بنكتفي ببعض الحوارات الزكية جدا عشان يترسموا قدامنا من لحم ودم ويبقى صعب جدا ننساهم وصعب جدا من تعطفش معاهم ونحزن عليهم حوار الفيلم على فكرة من اروع مشاهات السنة دي وخصوصا في فصول تقديم الشخصيات واللي ساهم فيها تسلسل من المشاهد كالرفيع المستوى جدا في عملية المونتاج على مستوى السيناريو وفلسفة السرد يعيب الفيلم فقط انه اخد وقت اطول من اللازم في فصول تقديم اسباب الكرسى ده مش غريب ابدا وكان متوقع مع الجوء الفيلم الاسلوب سرد مستوي ومتتالي والبعض عن الفلاشباك او اي اساليب اخرى وكمان لان على مستوى ابسط واوضح شوية اللي حصل من بعد الانفجار مش كتير ده مش عيب كبير او مشكلة ضخمة لان زي ما قلت الحوار جيد جدا ولان الشخصيات رائعة في التصميم وفي التقديم لذلك زي ما بحب اقول دايما صحبتهم حلوة زي ما اتفقنا شخصية الفيلم الرئيسية هي مايك وليامز اللي جسده مارك وولبرج واللي في تقديري بيقدم في الفيلم ده افضل اداء ليه في حياته في كل فصول الفيلم وازن بشكل جيد جدا ما بين الخبرة ودراية المتوقعة من شخصيته وما بين الفزع المنطقي جدا من اللي الشخصية بتختبره وفي فصول النهاية الفيلم ده له مساحة عشان يستعرض امكانيات تعبيرية حقيقي ما كنتش متوقع ان هي تطلع من ممثل زي وولبرج الفيلم كمان فيه وزنين تؤال جدا اولهم هو كيرت روسل اللي قدم اداء رائع ومجهود مبهر لان شخصيته لها متطلبات في اللكنة وفي اسلوب التصرف وفي المجهود البدني كمان وتانيهم هو العملاق جون مالكوفيتش اللي بيقدم لنا في الفيلم ده وغد اداري مثالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى كل شخصيات الفيلم متميزة فعلا وتكسيدهم رائع عندنا مثلا ديلان اوبراين في احد الشخصيات المساندة بيقدم اداء بيؤكد فيه نظرتي في انه ممثل كويس جدا رغم بعض المشاكل اللي كانت عنده في دميز رونر كيت هودسون ومن المرات القليلة جدا اللي بتعاطف فيها من قلبي مع شخصية الزوجة اللي بتتابع اخبار جزء من بعيد في افلام الكوارث وطبعا لما كل التكسيد يكون ناجح يبقى جزء كبير من الفضل بيروح لمخرج الفيلم بيتر بيرج مخرج ليه شخصية بتنعكس في اجواء وايقاع افلامه اللي فيها حاجات نجحة وفيها حاجات فاكسانة هنا هو نجح تماما في انه هو يجذب تعاطف المشاهد رغم ايقاع الفيلم اللي كان لاهف حتى في الفصول اللي يعيدها التطويل مشاكله معايا شوية في شغل المؤثرات في مشهد الانفجار وفي الفصول اللي تلته شوية سطحية وشوية مربكة سطحية دي طبعا مش مقبولة اما مربكة دي فاتصور ان هي مقصودة علشان تعكس اجواء الفوضى ديبوتر اورايزن قد يكون اكتر فيلم يعتبر فيلم كوارث في تصنيفه الرئيسي يكسب تعاطفي وهو بالتأكيد من افضل افلام 2016 في تصميم الشخصيات وفي تكسدها وده الحقيقة كمان غريب قوي على فيلم كوارث تقييمي للفيلم هو 8.5 من 10 ومأخذي عليه هي زي ما قلت التطويل في فترة تقديم الكرسى وبعد الاخفاقات في شغل المؤسرات البصرية قرب النهاية مناقشة الفيلم عن مارك وولبرغ سواء شفتم ديبوتر اورايزن او لسه ما شفتهوش في رأيكم ايه هو افضل تكسيد ليه حتى الان ياريت تعرفوني في الكومانتز شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول بول وياريت تتابعوني على فيسبوك و سناب شات وتويتر ولو عاوزين تتعرفوا على احلس الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا شاشة اللي جاية باي باي اشتركوا في القناة